موسيقى قالت مصادر اعلامية جزائرية في دائرة الاستعلام والامن انه خلال انعقاد المجلس الامني الاخير تم التحذير من ان خلو المؤسسة العسكرية من الكوادر ذات الخبرة له تبعات ومخاطر محتملة والمتعلقة بثرية المؤسسة العسكرية كما تم التأكيد من قبل كل الحاضرين في الاشتماع على ضرورة اعادة الكوادر القديمة لوقف نذيف تثريب المعلومات والوتائق الحثاثة وان التهديدات الداخلية يصعب على وجه تحديد مكافحتها لانها تأتي من الداخل وان اغلب العاملين حاليا في الاجهزة الامنية والاستخباراتية وراءة 70% من جرائم تثريب المعلومات لذلك يجب طرد الاغلبية واعادة الهيكل عبر الكوادر القديمة وتشير المصادر ان اغلب الاقالات التي عرفت المؤسسة الاستخباراتية كانت بسبب قضية تريب ذعيم المرتزقة وتثريب مجموعة كبيرة من المعلومات الحثاثة في فضائح هذت نظام الجنرالات الهشة وذكرت المصادر ان الجنرال شنغريحا كان يعلم بتثريب المعلومات من هيئة الاستخبارات والذي اتاح اطلاع جهات خارج البلاد تركيا وفرنسا والامارات على معلومات خاصة والثرية عن المؤسسة العسكرية الا انه لم يبلغ الجهات المعنية او حتى تبون ولكي يبعد عنه شبهة التخابر جعل قاضي التحقيق العسكرية بالمحكمة العسكرية البليدة ان يأمر باداع مجموعة من الضباط العاملين في الاستخبارات السجن الاحتياطية على دمة التحقيق بتومة تثريب معلومات حساثة وافشاء اصرار عسكرية في انتظار ان يستكمل التحقيق لمعرفة الخلية التي تقف وراء تثريب المعلومات بعد ثرار ضباط بوتائق حساثة تدين العصابة الى وجهت غير معروفة وفي خبر اخر اعلنت قوات اللواء الليبية المتقاعد خليفة حفتر الحدود الليبية مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة مشيرة في بيان الى انها اغلقت الحدود بين البلدين واعلنت انها منطقة عسكرية يحضر فيها التنقل وكانت قوات حفتر قد اطلقت الخميث الماضي عملية عسكرية في الجنوب الليبية بذعم ملاحقة من وصفتهم بالارهابيين التكفيريين وفدت قناة ليبيا الحدث يوم الثبث بان ميليشي حفتر تعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة يمنع التحرك فيها ونشرت القناة ثورا قالت انه انتشار عدد كبير من الثيارات رباعية الدفع وعربات البيك اوب المثلحة بمدافع رشاشة من اللواء 128 التابع للميليشي على الحدود الليبية الجزائرية دون ذكر تفاصل اخرى يأثي ذلك بعد نحو عشرة ايام من تصريح الرئيس الجزائرية عبد المجيد تبون بان بلاده كانت ستتدخل لمنع الثقوط العاصمة الليبية طرابلث في يد المرتذقة وشكل تصريح الرئيس الجزائر لقناة الجزيرة القطرية موقفا معاديا لسيطرة ميليشيا حفتر على طرابلث وتهديدا ضمنيا لها بالتدخل العسكرية اذا ما تعرضت العاصمة الليبية لأي تهديد ردت حكومة بيدرو سانشيز على اسئلة احزاب المعارضة بشأن قضية دخول زعيم المرتذقة ابراهيم غالي حيث تجنبت الخوض في تفاصيل الدخول التي طالب بها الحزب الشعبي واكتفت بالاشارة الى ان استقبال غالي كان لدواعين انسانية دون ان تكون للقرار خلفيات سياسية حسب ما اوردت وكلة الانبيل اسبانية اوروبا بريس اليوم الاثنين وقالت الحكومة الاسبانية وفق دات المصدر ان قرار استقبال غالي كان قرارا من طرف الحكومة ورفضت الافصاح عن من رخص له بالدخول بناء على مطالب احزاب المعارضة مشيرة الى ان زعيم العصابة دخل الى اسبانيا بهويته الحقيقية وقد تم نقل على متن السيارة اسعاف من مطار السرقسطة الى مستشفى سان بيدرو بيلوغرونيو وبخصوص سؤال لماذا لم تضع الحكومة في اعتبارها اعلام المغرب باستقبال زعيم المرتضقة قالت حكومة سانشيث ان هذه القضية تم تداولها مع المسؤولين المغاربة في اكثر من فرصة لكن لم تشر الى توقيت ذلك وعلى اي صعيد تم مما جعل اجوبة الحكومة تتسم بالالتواء عن الاسئلة التي تطالب بتفاصيل دقيقة عن استقبال الزعيم المرتضقة وطريقة دخوله والمسؤولين الذين وافقوا لدخوله الى اسبانيا كما لم تفصح الحكومة عن الخطوات والاجراءات التي تقوم بها او التي ستقوم بها من اجل تجاوز الازمة الحاصل الان مع المغرب واكتفت بالاشارة الى تصريحات وزيرة الخارجية ارناتشا كونزلاث لايا التي ادلت بها مؤخرا في البرلمان الاسبانية حيث قالت بان الحكومة تعمل على تجاوز الخلافة لكن هذه المرحلة تتسم بالتحفظ حتى ليثاء فهم الاجراءات المتخدة وقالت صحيفة اوكيدياريو الاسبانية انها طلبت بناء على قانون الشفافية الاسبانية من وزارة الخارجية ملف دخول غالي الى اسبانيا الا ان الوزارة نفت وجود اي ملف على الرغم من ان وزيرة الخارجية ارناتشا كونزلاث لايا هي من تصدرت العناوين خلال الازمة وقالت الصحيفة انها رغبت في معرفة ما اذا كان قد تم فتح اي نوع من الملفات في الوزارة بشأن دخول غالي ووفق الصحيفة فان اي ملف عن غالي قد يتضمن الاتصالات التي تم اجراؤها مع القادة الدوليين حول هذا الموضوع واذمت الهجرة اللاحقة في ثبتة وتكلفت الرعاية الطبية لغالي واسباب نقلي الى لوغرونيو وما اذا كانت الوزيرة شخصيا علمت بوصوله وقالت الصحيفة ان الوزارة تلتزم الصمت ونفت وجود اي ملف خاص بذعيم المرتذقة لا يبدو ان المغرب ينوي على المدى المنظورة تراجع عن خيار التفعيل الدبلوماثية مع المانيا واسبانيا وقرر الاستمرار في القطيعة التي اخترها مع السفارثيهما في الرباطة وهو الامر الذي تأكد يوم الثلاثاء الماضي عندما استدعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جميع السفراء المعتمدين في الرباطة باستثناء السفيري مدريد وبرلين وفق ما اكدت مصادر سياسية وغاب سفير الفيدرالية الالمانية وسفير مملكة اسبانيا عن اللقاء الذي ترأسه شكيب بن موسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والمخصص لعرض خلاصات التقرير الذي قدم مؤخرا للملك محمد الثالث وهو الغياب الذي كان سببه وفق مصادر عدم تلقي المسؤولين الدبلوماسيين دعوة للحضور وتأتي هذه الخطوة حسب المصادر لتأكيد استمرار المغرف في موقف دبلوماسي من برلين ومدريد والمعبر عنها بشكل رسمي من طرف وزارة الشون الخارجية المغربية على اعتبار لكون المانيا واسبانيا لم تقوما بأي خطوات ملموسة لإزالة مثببات الخلافة مضيفة أنه لحدود الآن لم يسحب البلدان الأوروبيان سفيريهما من الرباط لكن ذلك لم يفلح بعد في إيجاد حل للأزمتين الدبلوماسيتين وتم التحقق من هذه المعطيات بالرجوع إلى ثور اللقاء التي نشرت عبر منصات لجنة النموذج التنموية الجديدة ولم يظهر فيها أثر للسفيرين الألماني أو الإسباني والمثير أن المغرب لم يستدعي فقط الصفراء بل أيضا القائمين بأعمال السفارات على غرار القائم بأعمال السفارة ليبيا في الرباط أبو بكر طويلة ما يعني أن هذه الخطوة تحمل رسالة ديبلوماسية لبرلين ومدريد وكان المغرب قد قرر في بداية مارس الماضية وقف التعامل مع السفارة العلمانية في الرباط وتجميد جميع الاتصالات معها على خلفية الثوء الفهم العميق بخصوص القضايا الأساسية للمملكة قبل أن يستدعي سفيرة ثور العلوي من برلين في مي الماضية ردا على موصفة الخارجية المغربية بالموقف العدائي من قرية الصحراء وكشف معلومات حساثة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظرة الألمانية ومحاربة الدور الإقليمي للمغرب في الملف الليبي وبعد ذلك بأيام سحبت المملكة سفيرتها في ماريد كريمة بن يعيش وذلك احتجاجا على دخول الضعيم المرتضقة إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية بهوية مذورة وتزامنا مع ذلك أكدت الخارجية المغربية أن السبب الحقيقي للأزمة هو الموقف العدائي لماريد من الوحدة الترابية للمغرب كتب الموقع الإلكتروني المتخصص في عالم الأعمال بيزنز بولسكا أن المؤهلات التي توفرها الأقاليم الجنوبية للمملكة تشجع عددا متزيدا من المستثمرين البولونيين على الاستقرار بهذه الأقاليم وأكد الموقع على المناخ الملائم للاستثمار في المغرب مذكرا بتوقيع السفير المغربي في وارث عبد الرحيم عثمون على إعلان نوايا مؤخرا مع شركتين بولونيتين متخصصتين في إنتاج معدات النقل واللوجيستيك المدني والعسكرية وأشار إلا ممتلية الشركتين البولونيتين شيميد بولسكا والزاميت جلونو الذين وقع على الإعلان رحى باب الفرص المتاحة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالمغرب والجهود التي تبدلها المملكة لثنمية الأقاليم السحراوية وأشاد الموقع أن مدير شركة شيميد بولسكا أشاد لدى تطرق لاهتمام شركة بالسحراء بمناخ الاستقرار الذي ستمتع به المملكة ودينامية التنموية والإصلاحات الجريئة التي أطلق صاحب الجلالة الملك محمد الثالث مبرزا أن المغرب ينعم بمناخ من الاستقرار في بيئة إقليمية غير مستقرة منذ الربيع العربي 2011 مذكرا بأن مستثمرين بولونيين آخرين وقعوا في يناير الماضية اتفاقيات تجارية للاستثمار في المنطقة الجنوبية للمغرب كما صلت الموقع الضوء على موقع المملكة الاستراتيجي وأهمية فئة الشباب بها الذين يتمتعون بالدينامية وبتكوين شيد مضيفا أن المغرب نفذ مشاريع تنموية مختلفة في أقالمه الجنوبية لتعثيث الاهتمام الدولية والاستثمارات في المنطقة وحسب الموقع وبعد اعتراف الولايات المتحدة بالثيادة الكاملة للمغرب على صحرائه أعرب العديد من الفاعلين الدوليين عن اهتمامهم بالمنطقة مذكرا بأن العديد من الدول الشريكة أعربت عن دعمها لمخطط الحكم الداتية المغربي من خلال فتح قنصلياتنا في مدينتي الداخل والعيون ولاحد أنه على الرغم من أن بولونيا لديها قنصلي واحدة فقط في أقادير إلا أن الاهتمام البولوني المتجدد بالمنطقة يؤشره على أن هذا البلد الأوروبي قد يدعم يوما ما المغرب في سعيه للحصول على المزيد من الاعتراف الدولية بوحدة ترابية ولفت موقع بيزنس بولسكا إلى أن المغرب يسعى أيضا إلى الاستفادة اقتصاديا من الاستثمار الأجنبي المباشر في أقالمي الشنوبية موضحا أن الاستثمارات الأجنبية مثلت 13.8 مليار درهم حوالي 1.56 مليار دولار من يناير إلى نوانبر 2020 وخلوثا إلى أنه على الرغم من التدعيات الثلبية لوباء كوفيت 13 يواصل المغرب الترحيبة بالمستثمرين الأجنب الشدد